الخلاف الذي أثرته تركيا بعادة فتح فاروشا له أهداف سياسية واقتصادية غير معلنة في أنقرة فبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في شمال قبرص تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إيصال مرشحه تاتار الذي يتبنى مشروع إقامة دولة مستقلة في القسم الشمالي والذي تحتله تركيا وجاء قرار إعادة افتتاح فاروشا لفرض أمر واقع يعزز تقسيم الجزيرة خدمة لمشروع أردوغان أو على الأقل يعزز موقف تركيا في أي مفاوضات مقبلة وبعد أن كسات العسكرية التركية في ليبيا والقوقاز وشرق المتوسط يسعى أردوغان للظهور بمظهر أقوى ولإيصال رسالة بأنه قادر على التحكم بأكثر من ورقة تخدم مشروعه التوسعي إذن تهدف الخطوة مشاهدين الخطوة التركية إلى مواصلة عملية تغيير هوية القسم الشمالي من قبرص من خلال اعتماد اسم ماراس بدل فاروشا لشاطئ مدينة فاما غوستا إضافة إلى محاولة احتواء التظاهرات الاحتجاجية التي شهدها القسم الشمالي من الجزيرة خلال الأيام الماضية على خلفيات سياسية واقتصادية كذلك أما الأهداف الاقتصادية فلا تقل أهمية عن السياسية تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في الداخل التركي ينعكس سلبا على تمويل القطاع الشمالي المحتل من جانب الحكومة التركية ووضع دفع أردوغان إلى السعي إلى إيجاد موارد مالية ذاتية لشمال قبرص لتعويض نقص التمويل نقص توسعت معه دائرة النقمة الشعبية للقبارس الأتراك نتيجة تدهور أوضاعهم الاقتصادية والتي رافقها أيضا تدفق المستوطنين الأتراك والذين باتوا يشكلون أكثر من ثلث السكان هم ينتسبون ويتسببون بزيادة البطالة في القسم الشمالي المحتل من الجزيرة ويزيدون من تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان الأصليين ما زاد أطينا بلة مشاهدين هي المخاوف من الانعكاسات السلبية للعقوبات الأوروبية والدولية المحتملة في الأيام المقبلة على تركيا والتي قد تقر في القمة الأوروبية المقبلة في ديسمبر لهذا يسعى أردوغان إلى تأسيس منطقة سياحية جديدة مع وعود لمن للقبارس الأتراك بفرض عمل وبفرص عمل نتيجة الجذب السياحي المتوقع